قطعت حكومة اقليم كردستان العراق خطوة على طريق تسوية خلافات معقدة مع الحكومة المركزية في بغداد وذلك بتوصلها لاتفاق حول قضية تصدير نفط الاقليم ينص الاتفاق على تسليم الاقليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو بدءا من مطلع العام المقبل وفي المقابل تثبت المستحقات المالية للاقليم بموازنة عام 2020 البالغة 12.67% هذه اللجنة كانت لها اجتماعا ايجابي جدا مع نظيرها في العراق ما تعلق بتزويد الاقليم بشركة سومة ب250 ألف برميل يوميا وسيكون نزانية الاقليم أيضا على قدم وساق حسب المبلغ المرتفق عليه وتدور الخلافات بين بغداد واربيل على كيفية ادارة الثروة النفطية منذ سنوات طويلة اذ يقوم الاقليم بتصدير الخام بصورة منفردة منذ عام 2014 وسط معارضة بغداد بالتأكيد الاوضاع في بغداد وفي مدن الوسط وجنوب المظاهرات التي جرت وايضا استقالة حكومة السيد عادل عبد المادتي بالتأكيد هي لها تأثير على التفاهمات التي جرت ولكن التفاهمات التي جرت هي بين حكومة تقليم وحكومة الحكومة الاتحادية وبالتالي أي حكومة قادمة ممكن أن تأتي هي ربما تكون ملزمة بتكملة هذه الاتفاقات تطورات التقارب بين بغداد واربيل تأتي على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة أوضاع من شأنها أن تشكل عثرات على طريق تسوية الخلافات في انتظار أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة ما إذا كان الحراك السياسي سينجح في إحداث تغيير للنظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية صحيب الفهداوي الغد أربيل